المفروض ان هي مفروضة انها مفروضة في المعمل ان احنا كان عندنا خطوط الهواء عندنا خطوط هواء كتير مضغوطة فعملنا هي تكشينجر كأنها ان الهواء مضغوط بياخد حرارة من شيء وانه اكسباند طبعا ان السرعة بتاعتها هتزيد او الكينيتك انجي بتاعتها او التمتريكشن فنفس الكمباستور انت سمعت من بعض الناس المرفات ان هي كانت انترستن ان هي تشوفي زي فانا الحرارة دي ممكن تدرايف ماشينز فدي تربينا وبارعا مجموعة من الارياش مسبتة على المخمر ده اخبان حضرتك ودي الطبوط ده السالة بتاعتنا في البيت فجبتها عشان او 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 اشتركوا في القناة 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 يعني مثلا عشرين سنة اتعلمت خبرة ان المواسير لما قلصت او لما قربت من فليم زون كان لابد اعمل حاجتين. يعني اولا هي لما انصهرت اتعلمت حاجتين. ان انا مقروض ادور على خوزيشن اعلى از احتبصت بالماتيريال او ان انا هعملها ستيل ان شاء الله في العاجل القريب عشان تستحمل او ان انا هعمل حاجة تانية ان انا هزود الاير قوي. الاير اللي ماشي. فيبقى. فممكن مع زيادة بقى. هيتوسع على كمية اكبر. فالمسروع تعيش. بس الكمية الاكبر تعمل. فتكان ستين انه يدي الهواء ايه مقادير اعلى. فهيضرب التغبينة بسرعات اعلى. فالمهم انه باين ديزاين انه ببساطة اللي قدرت فعلا احس بالان ان الكمبوسشة يتحول في المدانيك سايكل الى الباور. فده احساس يستدعي ان احنا فعلا انتوا مراعي متطلبات كتير في الديزاين. وزي ما انت شفت انه مكانش اللهب ده. يعني لو انت عايز تصمم منشأة او عايز تعمل تربينة او حاجة بتطير. الوزن ده لازم نتاخده في الاعتبار. فعشان كده كل ما كان صغير. كل ما قدرت ان الكمبوسشة بتاعت المروحة دي هتدور مروحة الطيارة. او هتعمل اكسبنشن بدرجة عالية فهتولد فرست. فالوزن ده هيبقى اعاقة عليك. فعشان كده انا تفننت في عمل في مكان صغير عشان يبقى وزن الكمبوسشة قليل. لو كنت عملت في ديفيوشن وكان كبير. كان لابد ان انا استنى لما الفيليم يخلص رياكشن. وبعدين احط المواسير وبعدين تكتسب المواسير من حرارة الغازات المحروقة. وايه اللي لو كانت غطس في مكان كان هيعاكس التقاء الفيول والاير. يبقى it's bad design. فعشان كده احنا اتعبنا. وبنركز على الحاجات اللي بتزود الرياكشن ليت ونشوف فعلا ال state of art عشان نشتغل صح بعندك رؤية ان شاء الله وانت ديزاينر وكنسلطنت يعني. فاتمنى ان يكون الناس يعلق في ذهنها بوران التربين دي ويباين فعلا ان احنا يعني انت الاحساس بالسعادة ان كلما سرعة زادت. this is more power. زي ما العربية باندو بتمشي وبنشعر بتشريع ليها. طيب. خلاص ان شاء الله كده هيبقى يوم زريف بالنسبة لكم واسبوع زريف ان شاء الله. وزي ما انا دكتور اشرف اتفق معايا قال بلاش يجيب الكيميكال الكوليبريام في الميترم. يبقى الميترم ان شاء الله ما فوش نظري. وهيبقى من الشيت الاولاني اللي هو فيه الستريكومتري والشيت التاني اللي هو فيه المسلينيس بتاعت الفيرست اللي هو يعني اناليسز وخلاص. تمام؟ ربنا يجعل ان شاء الله.